نلعب ازاي بقى قدام السنغال في مبارات القهارة عشان الكلام مبين انه لأ تعالى نلعب هجومي جدا عشان نقدر نكسب بالنتيجة مطمئنة وفي ناس توليين تقول لك لأ نلعب دفاع أحسن ونلعب على الهجمة المرتدة طبعا نلعب توازن طبعا يعني ايه توازن قدام السنغال حردك مدرب كمدرب بقى وشايف قائمة منتخب السنغال وشايف قائمة منتخب مصر عندك أهداف عايز تحاول في التسعين ديال الأولى عشان توصل لأهداف تانية في التسعين ديال تانية كل ده المدرب بيبقى كاتبه بالورقة والقالم طبعا الزروف والنتيجة كل حاجة بتتغير بس يعني كاتبه بالورقة والقالم وحركة السنغالات بتاعته انت السيناريو المثالي اللي مفهود نشتغل به في مبارات القهارة يكون ايه؟ اوعى يضغط على السنغال من أول المتش في استاد القهارة في الملعب الواسع ده لا السنغال عندها فرقة تقيلة فرقة الديفنس بيعرف يلعب كورة بيعرفين الكورة عنده السرعات بتاعت مانيه وبتاعت الفرود اللي جنبه لا تقال فلو فتحت مساحات لا هنطلط وانت لو طلطيت هنا جون مشكلة يعني انا كنت بدلش معاك لو طلعنا واحد صفر يا سلام مش وحش ده رضا يعني سمع النغمة في مصر انا عزين نكساب تلاتة اربعة لا انت مش بتلعب جزر الكمر وعلى الاحترام يعني لا لا السنغال فانت انا رأيي ان هيقفل من نص الملعب ان شاء الله حتى اول نص ساعة لازم من نص ملعب ويلعب على السرعات بتاعتنا صلاح مرموش تريزيجي الناس اللي هي يعني هيلعب بالسطارة دي اني السلية حمد فتحي لازم لازم من تلاتة نص ملعب دول عشان يسندوا الديفنس شوية ويقابل من نص الملعب كبت في اول الماتش لو فتح الماتش وضغط السنغال من الاول السلحة زو حدين يتخطفهم يختفوك فانا ما اقدرش اعمل ريزك في الماتش الاولاني الماتش الاولاني الريزك فيه اخطر من الماتش التاني اخطر يعني الماتش التاني لو فتحت وداخل في الجنة هو اسمه جول حاول تعاود لكن الجنة هنا باتنين طب انت تعرف ان هناك ممكن تلعب عليهم ضغط هجوميا هجوميا وتتربقهم في الاول هناك انما هنا لا ما اقدرش بتاع اولا كمان بتاع ادريسا اه لا ادريسا جنجي ده برضو حاجة بس ده بيهاجم اكتر من البيدي ده فعلا بكلمك على اللي في القلب ده بتاع الاستر حاجة تقيلة فانت لازم تقابل الناس دي لا مأمن بتجسهم وبعد كده انت بتلعب بقى على مهارة صلاحة على مهارة يعني احنا كانش عاجبنا كوبر انت كوبر محتاجه انا في الماتش ده وكالوس كيروش بصراحة بيعرف يعمل منزومة دفعيك ويش انا بقولك ما بيجيش فيه نجون سهل فاكر صح في البطولة العربية وبعدين البطولة الافريقية قلتلك ما فيش جون سهل بيجي فيك هي غلطة وعارف انا بحيب اتكلم معاك فنين اول حبيب احب افاتفض معاك فنين انا بحب فكرة انه المدرب اللي ما بيسلمش المدفعين بتوقه يعني ايه محمد عبد الملعب مش هتلاقيه لوحده انه وانش مش هتلاقيه لوحده عمر كبيره لوحده مش هتلاقيه لوحده فاتوح مش هتلاقيه لوحده دايما عنده مسندة من واحد من نص الملعب المساكة عنده مسندة والسلية او النيني بيغطي يعني فيه تلاتة مع بي اتنين جبك. مش يسيبك لوحدة. حلوة بيسلمش. اه. في مدربين بيتسلم الديفنس بيقابلهم تلاتة بيلطاشوا فيهم وبيعدوا منهم. عارف انا موقت الحركة ليه القصة دي فكرتني انا كنت بتكلم على محمد عبد المنعم. اتاين انه مستوى قال لما رجع الاهل. لا مش قال. هو مش قال. الطريقة مختلفة. محمد عبد المنعم بيواجه لعب واحد ضد واحد في كتير من الاحيان. كزا كزا متش. صح. مع منتخب مصف انت ما كنتش بتحس ابدا ان محمد عبد المنعم عنده مشكلة الحجازة ماندوش مش. عشان هم مش لوحدة. مش شاجة. مش حاجة بتوصلهم بسهولة. اه. يعني اللي بيجيلو اهل كانة وهو فايق فبيعرف في يغطي صح. بالزبط. مع الاهل لأ كان بيروح لهم كور كتيرة. صح. وعب منعم مش مستوى قليل. عب منعم ان الكيرف كان علي قوي بطولة عربية وبطولة افريقيا علي قوي. صح. صح. ده الطبيعي ان بتلاقيه بعد الاحتفالات وبعد 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 وبعد. وعنده بقت ده ثقة. بس انا بقلق من الثقة الزيادة لما بتيجي اللعيب. هو طبيعته هادي. وطبيعته لعيب كورة. اه ودي كورته. بس يعني لازم يبقى نفس الروح اللي عنده نفس ما يبقاش الثقة زايدة اللي هو ايه. اوقف. لا فيه اوقات في المطش. لا لا لا. لازم استردباك فيه. اربعين في المية او تلاتين في المية في المطشات لازم يبقى غشيم. غشيم ازاي يعني مش قصد غشيم يعني ما عرفش يلعب. لا. اللي هي واحدة. فيه اوقات لازم واحدة. ما تفكرش تقصد يعني. ما تفكرش توقف ضد سادي ومانيه. ما تقدرش توقف ضد العيب محترف. يعني ممكن هنا في الدولة المصر يتوقف وتشرب كوباية شاي وقهوة. عما واحد يجي لك من اخر الشارع. ده بتكلمك بجد. انما مع البروفيشنال والمحترف. لا. لمسه لعب على طول. على طول السرعة والزهن ده. حاضر. حاضر وما بياخدش ما تسرحش ثانية. اه. سادي ومانيه فظيلة. بيلعب على سراحان المدافع. هو في انجلترا بيكل عيش على برضو هناك. في برضو ساعات كده يسرحوا. مش المهارة قوي في الدولة الانجليزية. يعني مش. يعني انت بتشوف صلاحة بسم الله ما شاء الله بيقلب فيهم. يعني بسهولة. ليه. فيه ساعات كده. التركيز بتاع اللعيبة دي بيروح منها. انا ميزتي اللعيب المصري بيركز كويس كبير. لو عايز. ايوة في المواقف الصعبة دي فعلا بيركز. اه والله. يعني بص على الاهل. بص على الزمالك. بص على بيران. منتخب مصر تاريخيا. منتخب مصر تاريخيا. انت احنا لعبنا كودفور وكاميرون ونيجيريا. وإحنا عاملين كده. وغانا واما كانوا منتخبات مش طبعية. نفس التشكيلة كده بتاع السينغال. ايوة. بص على فاكر. وقول لك دي ركبة. وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� إذا ما خد العشرة جنيه قفل المحل وقاعد حطت رجل على رجل. لغاية لما يتزنق تاني ينزل يكسر الدنيا. يعني أنا بسبه اللعيب المصري بالصناعية. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ�